بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مفتاح الجنة كلمة ونجاحك في الكلمة والإخفاق في الكلمة والفشل في الكلمة هذا يؤكد لك معنى الكلمة وقيمة الكلمة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان مسألة في غاية الأهمية والخطورة وهي التي تميز شخص عن الآخر وفيها يتجلى دورك وأهمية دورك كمحامي في الكلمة واجبك هو الكلمة وما تؤديه هو الكلمة ده يستلزم من حضرتك أنك تكون مهتم جدا باللفظ اللي طالع منك والمعنى والفكرة سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا اختاره طلب يكون معاه أخو هارون والعلة وردت في القرآن وأخي هارون هو أفصح مني لسانا الكلمة والفصاحة هي سر مهنة المحاماة وهو الأمر الذي تقوم عليه مهنة المحاماة تعلم من البداية كيف تتكلم وكيف تصدر عنك الكلمة وسبق أن أوضحنا أن الكلمة يجب أن تصبغ بفكرة ومعلومة وثقافة ومعلومات واسعة حتى تكون الكلمة في محلها والصمت أيضا في أهمية الكلمة كيف تصمت وكيف تتكلم الكلمة هي سر المحاماة وهي التي تميز المحام عن الآخر الكلمة هي سر مهنة المحاماة كيف نتكلم وماذا نقول هذه مسألة يجب أن تراعى وأن تدرب نفسك عليها تدرب نفسك عليها وانت بتتكلم مع زملائك تدرب نفسك عليها وانت بتتكلم مع أصدقائك بمعنى إيه الكلام اللي قلنا دا؟ الكلام دا أنك أنت بمجرد ما بقيت أستاذ محامي والتحقت بمهنة المحاماة يجب أن تتدرب على أن يكون كلامك مختلفا متميزا مصبوغا بصبغة المحاماة صبغة المحاماة يعني الدقة في الأداء الدقة في التعبير الدقة في فهم المطلوب وأداءه حين تقف أمام القاضي لتؤدي كلمتك اللي هي المرافعة اللي هي الدفاع اللي حضرتك جاهزته لازم تكون جاهز بالألفاظ قبل المعاني ومجرد ما تجهز فكرتك بتترجمها لألفاظ وتختار لها الكلمات وتدرب نفسك عليها كويس جدا بعد ما تختار الكلمات تبدأ تكتبها وتذكرها وتستحضرها في ذهنك استحضر دقيق زي ما قلت لحضرتك الأول هتتدرب عليها بين زملائك بين أصدقائك بين المحيطين بيك تغير زي ما بدأت تبطل تلبس كاجول وتلبس البادلة الرسمية برضو تبدأ تتعود تقول الألفاظ القانونية تتعود يكون ألفاظك دقيقة يكون كلامك مؤدي ومعبر ودقيق مش زيادة ولا قليل كتر الكلام مشكلة لازم الكلام يكون قصير جدا مرة سعد باشا زغلول كان بعد جواب لواحد صاحبه وسعد زغلول كان محامي وكان فصيح وكان زعيم الأمة كتب له أعتذر في بداية الخطاب أعتذر عن الإطالة لضيق الوقت كتب له كلام كتير فقول له أعتذر عن الإطالة كتبت لك كلام كتير عشان وقت دي يعني إيه كتبت لك كلام كتير عشان وقت دي عايز يوصل له فكرة ما عندوش وقت يختار الألفاظ الدقيقة اللي يقدم الفكرة بتاعته في سطرين ثلاثة فكتبه له في صفحة كاملة فبدأ يقول أعتذر أعتذر عن الإطالة لضيق الوقت لو فكرت في معنى الكلمة اللي قالها دي هتبين لك واتلخص لك فكرة المحامة فكرة الدقة في الأداء فكرة الدقة في أداء اللفظ واختيار الكلمة والمعنى وده بيستلزم برضو حاجة مهمة جدا أن يكون اطلاعك واسعة عشان يبقى عندك ألفاظ كتير ومعاني كتير ما أنا هجيب المعاني منين والألفاظ منين إلا من ساعة الاطلاع وسع الخزانة بتاعتك بكسرة الاطلاع كمان لازم توسعها بكسرة الاطلاع على أحكام النقد لأن أحكام النقد بتديلك الألفاظ القانونية الدقيقة المميزة جدا المعبرة جدا لأنها بتبقى في ذات معنى القضية وفي موضوع القضية وبتبقى ألفاظ منطقاء جدا حتى إن مستشارين النقد بيتبادلوها ويتناولوها لو أريد حضرتك أحكام نقد في الخمسينات والستينات هتجدها إيا لصدر الأيام دلوقتي بنفس ألفاظها لأنهم بيلتزموا بألفاظ السابقين لأن السابقين كانوا في منتهى الدقة في تحرير أحكامهم مرحلة الثقافة وسعة الاطلاع وكان زمان المحامي على درجة عالية جدا من الثقافة والتميز كان على درجة عالية جدا من الدقة في التعبير عن نفسه كان يستطيع أن يحدد ما يريد بمنتهى البساطة وبألفاظ قليلة زي ما قلنا ده يستلزم اطلاع على أحكام نقد كتير جدا لأنها توصلك لأن في كل مرة هيطلع في جملة هتلتصق في ذهنك في معنى قانوني هيلتصق في ذهنك لما تجيلك حكاية تحتاج هذا المعنى هتستحضره وتقدمه فتجد نفسك مختلف ومتميز إبا كيف تكون محاميا متميزا البداية والنهاية هي الكلمة لأن ما يصدر عنك سواء في مرافعتك الشفوية أو في مذكراتك المكتوبة هي كلمة فلابد أن تكون هذه الكلمة دقيقة ومتميزة ومعبرة المحكمة حين تسمعك وأنت تقول فكرتك في ألفاظ قوية وفي جمل قليلة قصيرة هيسمعوك بحرص هيسمعوك بدقة مش هيقطعك الكلام ده مش هتكتسبه إلا بعد ما تتضرب عليه كويس جدا ثم بعد ذلك هتبدأ تمارسه في القضايا في أول مرة ما تحكمش على نفسك ولا في عشر مرة كمان لأن كل ده مرحلة التدريب هتجد نفسك في أول مرة ما قدتش اللي أنت كنت مجهزه لأن وجودك وسط الجمهور لخبطك شوية خلك مضطرب خلك محرج دي ما تزعجكش المستشارين اللي بيعودوا على منصة القضاء ويحكموا في الجنايات حين يعمل محاميا يتلعسم حين يقفوا أمام القاضي وقد يكون القاضي من عمر أبنائه ولكن الوقوف مسألة بتبقى بتلغبط بعض الناس ده في البدايات مهما كان وضعه مهما كان قدر لكن بعد كده بتتعود وبتتضرب وبتجد نفسك أنك وانت بتتكلم عادي مع الناس زي ما انت واقف بتترفع قدام المحكمة بطلاقة شديدة جدا ببساطة شديدة جدا بين سيابية وسلاسة شديدة جدا بتجد نفسك بتعرف تتكلم كويس جدا كمان هتتعود بعد كده أنك انت ما تتكلمش من ألفاظ لسانك فقط لا لازم الكلام يبقى طالع من الزهن واصل للكلام يعني فكرة وتعبر عنها فكرة وتؤديها دي مسألة برضو بتيجي بالتدريب وبالممارسة أنك انت حين تيرد إليك فكرة تختار لها الألفاظ المناسبة حتى تؤديها الأداء المطلوب وما أمكنك تختصر جدا في الألفاظ وتكون ألفاظ مؤدية وموصلة للمعنى تماما تماما شكرا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر